زي ما احنا قلنا ان فيه تحديات قوية بتواجه الشرطة بتواجه القوات المسلحة بتواجه الشعب المصري ككل النهاردة بتواصل القوات المسلحة عملياتها العسكرية ودهمت عدد من البؤر الإجرامية في قرى جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح وده أصفرت عن حرق عدد من العشش والدرجات البخارية وبرضو شن الطائرات الأباتشي عدت من هجمات على مواقع للجهاديين أنا عايز أقول للإرهابيين جنوب الشيخ زويد من ناحية برضو تانية قال مصدر أمني في سيناء إن قوات الأمن ألقط القبضة على خمسة من المشاركين في تظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية بالعريش وبرضو من الأخبار العاجلة إحباط محاولة هجوم مسلح على كمين بالشيخ زويد وإبطال مفعول عبوة ناسفة بطريق العريش رفح برضو كشفت المعينة التصويرية اللي أجرتها النيابة في شقة المتهم اللي تم القاء القبض عليه إمبارح أثناء القاءه قنبلة على إحدى سيارات القناة الفضائية كانت على فكرة القناة الفضائية هي قناة التحرير وده كان أمام اسم شرطة الطلبية هذا الطالب رمى القنبلة عشان تنفجر سيارة قناة التحرير وده أثناء تصويرهم لمظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية يوم الجمعة بمنطقة الجيزة كشفت المعينة بعد اعترافات المتهم بقيامه بتصنيع القنابل داخل شقة وبعدها راحت قوة من الاسم لمدهمة الشقة تبين للنيابة أيضا وجود خمس قنابل مجهزة واحدة قابلة للانفجار ومواد شديدة الانفجار ومسامير وأسلاك وبطاريات وكمان تم العصور على جهاز لابتوب ملك المتهم كان فيه داخل لابتوب والموضوع مش موضوع أنه عنده لابتوب ما ناس كلها عندها لابتوبات يعني ايه مشكلة في اللابتوب اللابتوب كان فيه ملفات لإزاي يعمل قنابل وكان فيه خرطين لمنطقة الطلبية ومنطقة الجيزة وأهم الأماكن الحيوية اللي موجودة فيها وتمركز قوات الأمن المركزي في الطلبية وفي الجيزة بواجه عام وبرضو وجد فيه شقة المتهم عدد من الكتب الخاصة بقيادات الجماعة الإخوان لحسن البنة وسيد قطب وبرضو زي ما كانت بتداشر انيابة التحقيق مع متهم بعد ما وجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية ومحاولة تفجير سيارات شرطة وجلب متفجرات وبعد ما انتهوا من التحقيق معاه قامت انيابة بحبسه 15 يوم على زمة التحقيق من الأخبار العاجلة أيضا القبض على إخواني بتهمة إشعال النيار في نقطة شرطة المنصورية ومصادر قضائية بتؤكد أن محكمة النقد سوف تحدد موعد نظر طعن هشام أنديل رئيس حكومة الإخوان الإسبوع المقبل ومستشار الرئيس للشؤون الدستورية بيؤكد احتمالية تأجيل إصدار قانون الرئاسة لبضعة أيام لدراسة الفقرات الخاصة بالأحزاب دي كانت أبرز العنوين اللي خارجت دلوقتي طيب